بسم الله نبدأ ان شاء الله مع بعض صورة المعون شرح مبسط للأحكام التجويدية بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت كلها مرققة مع دقراء الرأ عليها فتحة فبتكون مفخمة أرأيت الذي يكذب الدال كما قلنا من الحروف اللاثوية لابد من إخراجها من طرف اللسان مع ما بين الثناية العليا والسفلة الذي يكذب بالدين اللام هنا شمسية ومضغمة في الدال وهس نتحدث ان شاء الله بعد ذلك عن اللامات كلها بإذن الله الدين الياء هنا اللي هي باللون الأحمر كما الياء هنا في اليتيم وهنا ده مصحف مجود كل الحروف المد ملونة كما نلاحظ بلون أحمر أو برتقالي دليل على إذا وقفنا على الآية كل حروف المد هذه تمد مد جائز وعارض للسكون اثنان أو أربعة أو ستة حركات اسمه المد العارض لماذا عارض للسكون؟ لأن الوقف عليه جائز عند الوقف على آخر الآية أما إذا وصلنا الآية الأولى بالثانية لا نمد إذا هنا بالدين أو بالدين مد أربعة أو ستة حركات كمان مد عارض للسكون فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك كما نلاحظ الذلك ما قلنا لثوية وفي هنا ألف خنجرية لابد أن آتي بها لا أقول فذلك على طول فذلك الذي أمدها مد طبيعي حركتين الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم يدعو ألاحظ الدال أوضح الحركات الدال عليها ضم والعين ضم وشدة فأوضح الشدة يدعو اليتيم ولا يحض أوضح الضد الضد لابد أن تخرج من مخرجها ولا نأتي بدال ولا يحض على طعام المسكين طعام ألاحظ المعظم بيخطئ فيها أنها يكسرها وهي مفتوحة طعام طعام المسكين وآتي بالمد هنا العرض للسكون لما أقف على الآية كما قلنا اثنان أو أربع أو ست حركات فويل للمصلين فويل للمصلين هنا جاء التنوين وبعده اللام كما قلنا التنوين أخر نون النون تضغم في اللام التي بعدها هذا من حروف اللام من حروف الإضغام أضغم التنوين فيها وهو إضغام كامل بدون غنة اللام والراء بتضغم في التنوين أو النون الساكنة إضغام كامل بدون غنة كما قلنا من حروف يرمي لون الستة ينمو إضغام ناقص بغنة واللم والراء إضغام كامل بدون غنة للمصلين كما قلنا نقف على الآية الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم فيه هنا حكم الإخفاء النون الساكنة جاء بعدها حرف الصاد والصاد من حروف الإخفاء الذين هم عن صلاتهم الإخفاء قلنا النطق بالنون الساكنة هذه بين الإضغام والإضغام لا هو إضغام ولا هو إضغام عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون فيها مد متصل كما شرحنا سابقا أن حرف المد الألف جاء بعده حمزة وهم في نفس الكلمة إذن يسمى هذا مدا متصلا لأن حرف المد اتصل مع الهمزة في نفس الكلمة يمد بمقدار أربع أو خمس حركات مد واجب يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون كل يمنعون ليس فيها حرف مفخم كلها مرققة إذن لا نخطئ فيها أبدا إن شاء الله الماعون إذا وقفنا هنا الواو هذه كلنا مد عارض للسكون طبعا المعاني بسيطة إن شاء الله رأيت الذي يكذب بالدين يكذب يوم البعث ويوم الجزاء أو يكذب بالدين عمتى يقول أنا مسلم وهو لا يفعل أفعال المسلمين فهنا هو يكذب بالدين يعني ليس فقط من قال ليس هناك بعث ولا جزاء ولكن أيضا لابد المسلم لا يكذب بالدين أنه يطبق إسلامه فلا يصبح هنا يكذب بالدين إذا طبق إسلامه فذلك الذي يدع اليتيم الذي يكذب بالدين هذا بيدع اليتيم ويطرده ولا يحن عليه ولا يعطف عليه ولا يحض على طعام المسكين لا 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 يشجع أحد أن يطعم المسكين فما بلك بنفسه هو لا 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 يطعم المسكين هو أيضا ففا فهل ويل للمصلين عذاب شديد أو واد في جهنم الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل لمن للمصلين الذين هم يبقى هنا لابد أن نكمل المعنى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون لا يحافظوا على الصلاة في أوقاتها وأيضا عندما يدخلوا في الصلاة يسهون فيها إذن لا يؤدون معنى الصلاة كما يجب لهم الويل الذين هم يراؤون المرآة وأمام الناس فقط والنفاق يقيمون الدين أمام الناس فقط وليس كما يجب أن يكون يمنعون المعون حتى لا يريدون أن يساعدوا أحدا ولا يعوينوا أحد ولا يعيروا المعون لأحد حتى المعون لن ينقص أو لن يضر تمنعهم أنفسهم شحيحة من أن يساعدوا حتى جيرانهم مثلا إذا أحتاجوا منهم شيء يستعيرنه لا يعطوهم أعزان الله وإياكم من أفعال هؤلاء وهدانا وهداكم الله تقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله